نمواً غير مسبوق يرجع إلى الارتفاع التدريجي في عمر الإنسان هذا ما قالته الأمم المتحدة في بيانها عقب الإعلان عن وصول عدد سكان العالم إلى ثمانية مليارات نسمة لأول مرة في الخامس عشر من تشرين الثاني عام الفين واثنين وعشرين في هذا العام المنصرم تمركزت أنظار سكان العالم حول المملكة المتحدة عقب الإعلان عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية صاحبت أطول عهدة ملكية في تاريخ بريطانيا وثاني أطول حكم في تاريخ العالم عن عمر ناهز 96 عاماً في قصرها الاسكتلندي في بالمورال بعد أن تبوأت العرش لمدة قياسية بلغت 70 عاماً وخلفها تلقائياً ابنها الأكبر تشارلز البالغ من العمر ثلاثة وسبعين عاماً عملاً ببروتوكول عمره قرون شهد عام الفين واثنين وعشرين خسارة كبيرة للأدب العراقي والعربي في رحيل الشاعر الكبير الملتزم مضفر النواب عن عمر يناهز ثمانية وثمانين عاماً الذي امتاز شعره بنتاج زاخر وعد مأساة الطفل المغربي ريان ذو الخمسة أعوام التي أحزنت القلوب وأبكت الملايين وطلب تصدر مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذه عقب سقوطه في بئر بقرية جبلية صغيرة تابعة لمدينة شفشاون أحاطت الأعين البئر وبعد خمسة أيام من حرس الأنفاس والترقب لمحاولات إنقاذه تم انتشال ريان والإعلان عن وفاته الحرب الروسية الأوكرانية خسائر بشارية ومادية تكبدها الطرفان خلال أشهر الحرب المستمرة امتد تأثيرها ليصل إلى معظم دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والدول الفقيرة التي تعتبر الأكثر تضرراً لما لها من تداعيات سلبية كبيرة مسببة أزمة اقتصادية في مختلف موارد الحياة الأساسية المحاكمة الأشهر في التاريخ الحديث بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع بين نجمي هوليوود جوني ديب وأمبر هيرد في ولاية فرجينيا الأمريكية التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة وفضول عالمي كبير حول خصوصية الطرفين انتهت لصالح الممثل جوني ديب بعد أشهر من الجدل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يسيطر على تويتر ويطيح بكبار مسؤوليها التنفيذيين عقب إكماله صفقة استحواذه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بقيمة 44 مليار دولار وإقالة ثلاثة من قيادات الشركة يشارف عام 2022 على الانتهاء ويحمل في طياته كوارثة عدة آخرها تكبدتها الولايات المتحدة بسبب عاصفة ثلجية نادرة وأسفرت عن مصرع العشرات ومن بين الضحايا من عثر عليهم داخل مركباتهم وعلى آخرين في الشوارع وسط الثلوج عدا عن الأضرار التي لاحقت من المتلكات ونزوح آلاف من منازلهم بالإضافة إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية ساعات قليلة ويغيب عنها عام 2022 إلى أن العديد من الأحداث الاستثنائية ستظل في ذاكرة منعايشها وسيذكرها التاريخ للأجيال